اهلا بحضراتكم في اخر فقرة حوارية من أربعة واربعين مرض مختلف. طبعا الناس كتير بنسمع قصصهم اللي بيحاولوا يعملوا أنظمة ضايت مختلفة. اللي منهم بيضطر أن يلجأ له عمليات جراحية. لكن الحقيقة برضو مع التطور اللي بيحصل يعني سنة بعد سنة. بقت مسألة فقدان الوزن نسبيا يعني أسهل بكتير بما كانت عليه زمان. ده اللي هنتكلم يعني عنه النهاردة فيها دير فقرة اللي منورانا فيها دكتورة دين أبو السعود. اللي بناس عاد دايما بيجوتها معنا في البرنامج من صباح الخير يا كريم الحمد لله كله تمام. الدنيا تطورت في مسألة فقدان الوزن. انت طبعا قادرة مني بكتير كده طبعا وصدنا لفين. زي ما قلت يا كريم هو مشكلة السمنة بقى يعني أنا بسميه مرض العصر. موضوع السمنة مش بس أكيد مقتصر على الشكل الجمالي. كلنا إحنا مثلا جلس التات لما بنيجي مندخن ما بقاش أصلا عايزين نبص في المراية ولا عارفين نلبس ولا عارفين نروح ولا نيجي. وكذلك الرجال بيبقى السوشيلايزن عندهم مشاكل كبيرة جدا. لكن الموضوع كمان مقتصر على الصحة. زي ما انت قلت أمس أربعين مرض بيبقى نتيجة السمنة. الحقيقة دلوقتي العلم متتطور. وبقى فيه أسليب نقدر نتحكم فيها في الشهية. هي مشكلة السمنة إن كتير مثلا بيجي قولك أنا هعمل ضيط يعمل ضيط يومين. وبيبقى متضايق قوي أو بتحرم نفسها من الأكل. فبترجع تأكل أكثر من الأول أو بيرجع يأكل أكثر من الأول. أهم حاجة في موضوع أن يحصل إنقاذ في الوزن. أولا أن ناخد منتج أو ناخد منتج عبارة عن ألياف. الألياف دي اللي بتشبعنا يبقى كمان منتج مرخص. ده مهم جدا المنتج اللي هتكلم عنه النهاردة القوي جدا في موضوع إنقاص الوزن. ومش بس بشهادتي بشهادة كل العمل اللي جربوه واستخدموه هو منتج بيستا. منتج بيستا منتج بيقدر جدا يعمل ليه زي ما بيقوله قوة سلسية بيعمل كذا حاجة. أولا بيقدر يسدي لي الشهاية عشان كده بقول أهم حاجة في الدايت إن أنا أعرف أسد شهايتي. لأننا كمصريين حياتنا في الأكل. حتى نيجي نخرج ما فيش حاجة اسمها نخرج نشرب حاجة. إحنا هنخرج هنأكل إيه؟ في أي راحين مول؟ هنأكل إيه دي هاي اللي بتوحكم هنقض فين؟ هنقض فين؟ أهم حاجة عندنا الأكل. الحلوة في منتج بيستا إن إحنا بنعمل دايت أو من غير ما نحس أو من غير حرمان. من أهم المكونات داخل منتج بيستا الألياف اللي بتقدر تعمل زي بلونة وتسيب حجم المعدة أصغر لما نيجي ناخد الأكل. هناخد ربع الواجبة الرئيسية اللي احنا بناخدها الشفان وردة الأمح وكشور السليم. التلات ألياف دول مهمين جدا جدا في الدايت. مهمين جدا نحن نعرف ننقص بالوزن. طبعا زي ما أنا شايف على الشاشة ده شكل الساشت أو شكل الكيس. بيستا بيتاخد قبل الواجبة الرئيسية أو قبل الواجبات الرئيسية بنص ساعة. يعني تلات مرات في اليوم. تلات مرات أو مرتين أو مرة. مين يقدر يديني الطريقة بتاعة كورس بيستا أنا بسميه كورس. لأن بيستا بيبقى معاه قهوة خضرة بتساعد جدا على الحرق. وبيطلع معاه كمان هداية فيتامين دال من الشركة. وبيطلع معاه أو بيبقى فيه كورس لأن لو أنا قللت الأكل لازم أحافظ على مستوى الفيتامينات في الجسم. فالكورس بتاع بيستا عبارة عن بيستا اللي بيقدر يخسس. وهقول إيه كمان دخله بيقدر يحرق لي الضهون المخزنة. مع ألب مالتي فيت من أقوى بالظبط. مالتي فيتامين الجسم محتاج كل الفيتامينات اللي موجودة في ألب مالتي فيتامين. مش هتبقى فيه طاقة خالص فلازم أعود ده بقلب مالتي فيت المرخص كمان من هيئة سلامة الغذاء. إزاي الكورس يتاخد؟ بنتكلم عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة عندنا. أخصائيين علاجيين كفائتهم عالية جدا بيقدروا يده لكل بني آدم الكورس اللي محتاجه. والحلوة في شركة بيو ناتشرلز أنه بيبقى فيه متابعة مجانية كل أسبوع. مهم قوي قصة المتابعة. من خلال التليفون. أعتقد يا كريم من أهم الخطة لإنقاذ الوزن أنك أنت تشارك المريض مجدنيا. وتشجعه. يعني لما يجي يتكلم في الشركة أنا مثلا خسيت في أول أسبوع مثلا 2-3 كيلو. فالأخصائي أو أخصائيين التغذية اللي موجودين في الشركة بيسألهم خسيت كام الأسبوع الجاي هتعمل إيه هتساوي إيه الكورس هيبقى إزاي. مهم قوي 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 الدعم النفسي لمريض السامن. جميل طيب بقول لك ما تيجي أنا عادة بسألك أسئلة المشاهدين في الجزء الأخير من اللقاء ما تيجي نبتدي بيها دلوقتي ونشوف مين فيهم أو أي كيس من الكيس سأستغارتها معاكي ينفع معايا بيستا وينفع معايا ألف ملطيليل. طيب أولا في سؤال مشاهدة اسمها نوها بتقول أنا نوها 25 سنة وزني 100 كيلو وطولي 157 نفسي وزني ينزل ويوصل ل65 كيلو. بس الحل إيه؟ سنها 25 سنة وزنها 100 كيلو وطولها 156 نعم مش طويلة لأ ده كده إحنا دخلنا في سنة مفرطة. هي لو لو حسبت البي ام اي بتاحها هتلاقي معادي 35 و36. اللي ما يعرفش إيه هو البي ام اي. البي ام اي اللي هو الكتلة كتلة. البي ام اي اللي هو الحزبة اللي بنعرف بالزبط. برضو لو في فرصة نعرفها للناس. البي ام اي إن احنا بناخد الوزن على مربع طول. لو الرقم طلع من 18 لو قبل 18 ده أنا حافل لازم أدخل. لغاية الخمسة وعشرين أنا كده نورمل. بعد الخمسة وعشرين للتلاتين بيبقى أوفر ويت. من الثلاثين للخمسة وثلاثين. أوبيس. من الخمسة وثلاثين للاربعين ده سيفير بقى. طبعا. فلازم البنت عندها خمسة وعشرين سنة حرام. يبقى كل الكليوهات دي وكل الدهون دي متراكمة في جسمها. برضو برضو يعني بالمناسبة بما إن الكلام بيجيب بعضه. اللي حالته سيفير. اللي معدي مرحلة الأوبيسيتي. ودخل في حتة اللي هو وزنه مفرط زيادة عن اللزوم. هل حل الوحيد إجراء عملية جراحية؟ يقدر يجرب معانا منتج بيستا. بيستا كل العملاء عايز أقولك المليانين قوي بيخسوا أكثر من 12 كيلو في شهر. يعني كذا حد يقول لي إيه أنا هخس كم كيلو. كل بني أدم غير التاني. ولو أنا بلعب رياضة غير لو أنا ما بلعبش رياضة. لو أنا بمشي يعني كل كيس مختلفة. والأوفرويت قوي بتلاقي بينزل مرة واحدة. فبيقدر يتكلم عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة. يجرب معانا كورس بيستا. هياخد بيستا وهياخد ألبا مالتي فيت. الاتنين مهمين جدا حتى للحالة البنت اللي عندها 25 سنة. وبيطلع مع الكورس قهوة خضرة بتسرع الحرق. وكمان الشركة عاملة هدية فيتامين دال. فيتامين دال مهم لكل حاجة. وأعتقد أكثر من 70% مننا عنده نقص فيتامين دال. لأن فيتامين دال مش موجود قليل جدا مصدره في الأكل. بلس أنه بيتاخد بس مع الشمس. فبيبقى صعب يعني أعتقد لو أي حد فينا عمل تحليل فيتامين دال. هتلاقي أرقام بقى خمسة وستة وسبعة. لازم أعدي الـ 25 عشان أبقى في الأمان. طيب خليني يعني قبل ما كامل معك يا أسئلة المشاهدين تعالي. نشوف سوا الكيس بتاعت أميرة. إيه اللي حصل فيها تفضل. أحكي لنا قصتك مع بستا. وإزاي ساعدك تخسي؟ أميرة أبو شوشة. سني 39 سنة. وزني كان 140 كيلو. وبقيت 85. كنت بعاني من الوزن التقيل. من السمنة المفرطة. وكنت عندي بطولة. وما كنتش عارفة أنزل الوزن في وقت بسيط. فأنا خدت بستا وفرق معي جامد. وكان منتج فعال جدا. كنت باستخدم بستا قبل الأكل بنص ساعة. وما كانش عندي أي مشكلة بتعمه. ولا أي مشكلة خالص. بالعكس طعمه هايل جدا. بتعم الطفاح وهايل. كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطة. لأن بستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم. كنت مبسوطة جدا إن أنا كسبت بطولة الجمهورية بفضل بستا. وأنصح أي حد عنده سمنة على طول من غير ما يفكر هي بستا. كمير طيب تجربة أميرة كانت تجربة. من الحالات أنك هفها. من أميرة لشيماء علي اللي بعتت لنا وبتقول إن عندها 31 سنة. بتقول بقالي سنين بعمل دايت مع نفسي. بركزي بقال إن هي كتبة كم حاجة كده بيتهيالي كل تفصيلة منهم. بتستحق التوقف عندها. بتقولي كده أنا بعمل دايت مع نفسي. أو باخده من أصحابي اللي جربوه قبل كده. بخس ببطء شديد. وبجوع بالليل قوي. وشعري وبشرتي تبهدله. أعمل إيه عشان أخس. وبشرتي وشعري يرجعوا زي ما كان. بص يا كريم. هو المشكلة لما بنيجي ناخد دايت من حد أو صاحبتي عملت دا. مش لازم إن هي نجحت في دايت دا. يبقى هي نجح معي. عندي أساليب كثيرة جدا في دايت. يعني في الكيتو في الصيام المتقطع. كل حالة يعني غير التانية. ولو حد مثلا يعني ألم في اعتقادي مريض السكر. صعب إن هو يقعد بالخمستاشر ساعة صايم. لأن الصيام له أهل. لأن وقتها لما بيجي يأكل مرة واحدة. السكر عنده بيعلى والإنسلول عنده بيعلى. فما ينفعش إن أنا أخد دايت من حد. عايز أخد دايت بروح للدكاترة التخزية. يعني دي حاجة مفروغ منها. وبيتفصله تبقى لتفاصيله. لتفاصيله. بالضبط. بالضبط. والشركة بيوناتشريل عندنا أخصائيين علاجيين بيعرف. هل المريض السمنة اللي هيبتدي يستخدم كورس بيستا. عنده سكر عنده ضغط عنده قلب مثلا. يعرفه الطول والوزن والbody mass index بتتحسب. هو المفروض. وتاريخ المرض وكل حاجة. طبعا. فما ينفعش إن أنا أخد دايت من حد لحد. ما ينفعش. أنت قلتنا يعني إن فيستا عبارة عن ثلاث أنواع مختلفة من الألياف. اللي لما بتدخل المعدة. بالتعبير الشعبي الداريك بتمفش في المعدة. ما بتبشغ المساحة صغيرة. هي دي اللي ممكن إحنا نملاها بمعرفتنا. بالضبط. طيب. بس أنا أنا بنصح حاجة. يعني مفضلش كلا. وأبتدي مثلا. أكل رز. لا أبتدي أكل بروتين وصلطة. هذا مهم. يعني أبتدي مع كرسي بيستا. أبتدي بالأكل البروتين والصلطة بتاعه. وفي الآخر أخد كربوهايدريتس مش كتير. هلأ نفسي بأخذ معلقتين ثلاثة رز أو مكارونة يعني. زي الفل. بأخذ المنتج بانتظام وخسيت معه وكل حاجة. وصلت الوزن اللي أنا شايف إنه مثالي بالنسبالي. ومش عايز يعني إيه أفقد المزيد من الوزن. أوقف ساعتها ولا هوا ده ده منتج ممكن يتاخد كنمط حياة. اللي عنده أراضة يوقف. ما فيش مشكلة. أنا وانس إن أنا وقفت المنتج المعدة هترجع أصل. إحنا ما عملناش قص معده. ما قرية دي بقى دي اللي خليتني سألك السؤال. يعني إحنا ما عملناش تكميم. وانس إن وقفنا هترجع المعدة للمعتد بتاعه. طبعا طبعا طبعا. لأن أنا ما عملتش تكميم أو يعني أنا المعدة زي ما هي. فوانس إن وقفت المعدة هبتدي أستقبل. عايز أأكل ده مهم. طب هل هو آمن إنه ناخده مدى الحياة؟ آمن جدا ده كورس التثبيت برضو الخصائيين العلاجين الموجودين في الشركة. ممكن يقولك امشي على ساشت واحد في اليوم. كل يومين ثلاثة امشي على ساشت. هم اللي يقدروا يحددوا الكورس. برضو تفقى لتفصيل كل أحد. بالزبط 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 بالزبط. طيب في سؤال تاني. بيقول أنا بشتغل في الكويت. وباكل أكل بنبرة كتير. وزني بقى مية وستين كيلو. أنا بشتغل مهندس جرافيكس. وبالتالي بقعد باستمرار. وباكل كتير. علما بأن وزني كان تمانية وستين كيلو. قبل ما وصل لمرحلة الأكل الكتير دي. مشكلة مية وستين كيلو كتير جدا. دهون كتير جدا جدا جدا. والمشكلة لمريض السمنة أول. ما بيعدي بقى التمانين التسعين. المية بيأس. أنا على طول بقول ما فيش يأس. يعني اللي عايز يخس هيخس. ما فيش حاجة اسمها أنا عديت المية ومية عشرين. خلاص بقى. وابتدي متلاحظ أن بيأكلوا أكتر. بيجي لهم حاجة اسمها أكتئاب. ما هي منطلقة ما هي بايزة بايزة. ما هي أهي دي بقى. خربانة خربانة. خربانة خربانة. أنا بقى هحرم نفسي من الأكل ليه. لا طبعا ياريت الأستاذ يجرب معنا منتج أو كورس بيستا. هيلاقي نفسه بيخسوا أول عشرة كيلو. هيخسهم. هيحس بإنجاز. هيحس بنشاط. هيحس بموت حلو. الاكتئاب اللي عنده ممكن يروح. لأن أي حد سيفير أوبيز. وما عندهوش تمثيل غذائي. منطقي إنه يكتئب. منطقي إنه يكتئب. يعني صعب قوي إن حد يعيش حياة كواليتي أوف لايف مش عالية. لازم طول ما ربنا مدين عمر يبقى فيه كواليتي أوف لايف. ده مهم جدا. طيب. مية عامل بتقول أنا مش باكل أكل مفيد من وأنا صغيرة. لكن لما وصلت لسن 30 سنة بقيت باكل كتير جدا. وتعبت وبقيت بتحرك ببطء. أكيد لو أنا باكل كتير وكمية سكريات وكمية نشويات كبيرة جدا. أكيد هتحرك ببطء. أكيد مش هبع عندي طاقة. لازم هتبتدي معنا كورس بيستا. هتاخد بيستا وهتاخد المالتي فيتامين. لازم معها مالتي فيتامين. ليه بقول المالتي فيتامين أو ELP مالتي فيت. لأن ELP مالتي فيت مميز جدا. دخله كل عائلة فيتامين باه. كلنا عايزين الكوبالامين. الفيتامين بي 12 معروف جدا. ومعروف أهميته لعملية التمثيل الغذائي. البيوتين مهم جدا للشعر. الريبوفلافين. الفوليك أسد داعم جدا للستات. الفوليك أسد. فيتامين بي 9. دعم جدا للستات. وحتى الستات الحوامل يعني. هل تحسين أن ELP مالتي فيت عموما. وكأنه موجه كده للستات بشكل ضمن. يعني حتة البشرة والضوافر والرموش. لا والله يا كريم. أنا يمكن على طول. بما أني سدفة. على طول بقولهم. لكن المهم قوي للرجل. الرجل عايز مناعة. عايز نشاط. داخلين على فصل الشتاء. خايفين من الفيروس. وخايفين من انتشار الأوباء. لازم نخلي جسمنا حيطة. وجيش قوي لمحاربة أي فيروس هيخش علينا. وقالبا مالتي فيت. اللي مش عايز يخس. اللي بتفرج عليها. والريدي رفاية. مش عايز يخس. اتكلموا الشركة. اطلبوا قالبا مالتي فيت. مش لازم وقتها بيستع. يعني قالبا مالتي فيت. لكل الناس. مش بس المريض السمنة. طيب. الناس اللي عندها علاقة شديدة الخصوصية مع الأكل. اللي بتشوف إن الأكل ده من مصادر السعادة. ومن مباهج الحياة. وفي نفس الوقت بيعانوا من السمنة. يعني الود وودهم إن هما يخسوا. لكن خسسيني من غير ما تحرميني. أيوة. أكيد بيعدي عليكم النموذة لك. هي دي معادلة صعبة جدا. بس بتتحقق مع كورس بيستا. أخسس أو أخسسها من غير ما أحرمهم. يبقى لازم ياخدوا ألياف. وكروميوم. وفايتامين سي. مش قلب بيستا. في كل الحاجات دي. في الألياف. الشوفان وردة القمح وكشور السيليم. فأنا قريدي معدتي خلاص. والحلوة في قلب في بيستا. الحلوة في بيستا إنه بيتحكم لي كمان في معادلة للشبع. مش أنا هيكل. هل بيعمل ده من خلال مخاطبة جهاز ما في المخ؟ لا. لا لا لا. بيعمل ده. لأن الماء ده بيبقى خلاص. شغالة بربعها. أو الحجم للأكل الربع بس. وردة القمح بتقعد فترة عشان تتهدم. عشان كده بنحس أكثر من خمس ساعات إحنا شبعانين. فلأن ردة القمح بتقعد فترة في الهضم. فما بقاش عايز أحس إن أنا عايز أأكل. والحلوة كمان إن ردة القمح والألياف اللي فيه بتزود لي كفاءة الجهاز الهضمي. فيمكن الناس اللي عندها إمساك واستخداموا بيستا لحظوا إن موضوع الإمساك تحسن معهم جدا. كويس. طيب أنا دلوقتي وقفت الشبع أو اتحكمت في الشبع. واتحكمت في الشرعة بتاعتي. الحلوة في بيستا إن دخله كروميوم وفيتامين سي دول بيقداروا يحرقوا الدهون المخزنة. دلوقتي أنا قللت الأكل. أنا عايزة طاقة. فالطاقة هتيجي منين؟ الدهون المترقمة بقى في الحتة. يمكن كل أو معظم العملاء اللي استخداموا بيستحسوا إن جسمهم بدأت نحت. آه طبعا. لأن كمان الفيتامين سي والكروميوم بيقداروا يحرقوا دهون المخزنة. لو أنا أكلي قلت طب أنا عايزة طاقة. الطاقة أجيبها منين؟ من الدهون بقى اللي ترقمت بقى لها سنين. فده مهم قوي إن هم بيبتدي يحرق لي الدهون المخزنة في المناطق اللي عندي. ويبتدي ينتج لي طاقة منها. كميل طيب الأعمار اللي ممكن تتعامل مع بيستا بأمان؟ بأمان من سنة 13 سنة بأبدأ أستخدامه. ما فيش أي مشكلة. كبار السن مهم جدا ليهم بيستا. من 13 سنة لكبار السن. يعني بالنسبة لهم مش مجرد. إن هم يأخذوه لا يفضل يأخذوه. لو حد مريض سنة وكبير في السنة ده خطر جدا على فكرة. لازم يأخذوه. طيب اللي عنده سكر اللي عنده ضغط اللي عنده مشاكل في القلب. هل فيه أي محاذير في الاستخدام؟ ويقدروا كمان يتأكدوا عن طريق الدكاترة أو الأخصائين العلاجيين. المريض يقول كل الحالة اللي عنده. وهم يدول الكورس المناسب. لكن هو لا يتعرض مع أي مريض من الأمراض المزمنة ضغط سكر قلب بالعكس. أو أي أمراض تانية غير أمراض المزمنة؟ خلي بالك يمكن مريض السكر كمان بيرشحوله فيتومين بي وكروميوم. فما فيش مشكلة. يعني المضام آمن ومفيد من كل النوع؟ طبعا طبعا أكيد. أكيد. لأن كمان الكوروميوم بيقدر يتحكم لي في مستوى السكر في الدم. لأنه بيتحكم في هورمون الإنسولين كمان. طيب. إحنا للأسف وقتنا انتهى. بس يعني الوقت اللي فضل لنا يا دوب نلحق. نشكرك جزيلا شكرا. مرسي يا تسلم يا كريم. مرسي أوليك. طبعا الشكر موصول لخضراتكم ومشاهدينا بكل مكان. على حسن متابعاتكم لينا بحلقاتنا النهاردة. نشوفكم على خير إن شاء الله. إلى اللقاء.